السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا ومع حصتكم حياة الشان قناتكم قناة الحياة تيفي ككل أمسية بالتحليل والنقاش لغم أنه ما فيش مباراة اليوم ننتظر المباراة الترتيبية يوم غد إن شاء الله وبعد غد يوم السبت إن شاء الله المنتخب الوطني سيجري مبارة يوم السبت فهذا بالنسبة للبرنامج فيما يخص لقاءات أما الحصة فهي باقية مستمرة ودائمة إلى غاية نهاية الشان بحضور أكيد دائما زملاء رضا عباس أفل أخي وزميلي مساء الخير مساء الخير مراد مساء الخير المشاهدين الكرام ومساء الخير لزملاء الكرام مساء النور حسين جلنات مساء النور سمراد تحية لك العداء للحضور ولمشاهدي قناة الحياة عيتوا لما ما عيتوش ما عليك حذاري ما تقولش عيد ما تقولش عيد إنه هذه الخدمة أنت على الصالح العام هكذا يعني أكيد لازم تخدم والمشاهد لازم يشوفك ويتبعك وتعطي المعلومات ما دم كين مشاهدين ما دم رانا في الموعد إن شاء الله هاي والله هكذا أنا السؤال طرحته لك ولك إنه بشي اسمع ريدا حذاري يونس حذاري يونس حذاري يونس السلام عليكم السلام الأحياء التعب التعب والبنة على الحياة هو التعب وكيكون التعب وهذا يخليك انك دائما تتجدد تتجدد بارك الله فيكم على كل حال اليوم غير هذا يعني نتعودين باش يعني نبدأ بالتدريبات والتصريحات اليوم لا خرجتنا بخرجة هاجر حيدوسي ب فيتيار يعني تقرير ولكن قبل هذا اكيد نمشي للجنجل اللي هو تصريحات الشان كما عشرت في البداية قلت ما فيهش مباراة ولكن احنا نحاول ندخل في جو المنافسة وفي جو المقابلة الترتيبية وكذلك المقابلة النهائية فيتيار يعني تقرير خاص بالمنتخب الوطني الجزائري هي ساعة قليلة تفصل عن الموعد المنشود والمنتظر ألا وهو نهاء بطولة أمم إفريقيا للمحليين الشأن موعد حارب من أجل أشبال المدرب بوغرة ولم تقر لهم عين إلا بعد وصولهم إلى النهائي القاري عن استحقاق وجدارة بعد فوزهم بخماسية كاملة أمام منتخب نيجر بداية الحكاية انطلقت من ملعب الحظ نيلسون منديلا الذي خاض فيه المنتخب العديد من المباريات المصيرية والتي قدمت في الميدان على أنها نهائية فأمتعوا وأبدعوا وسجلوا تسعة أهداف كاملة في خمس مباريات فقط ولم يتلقوا ولا هدف لحد الساعة ما جعلهم يتربعون على عرش الأرقام في بطولة الشانة هو حلم سعى إلى تحقيقه الناخب الوطني منذ توليه العارضة الفنية للفريقة فغرس حب العمل والإصرار في نفس أشباله يكمل ما بدأه منذ البداية ويجعلون من الحلم حقيقة المباراة النهائية أمام منتخب السينيغال سيخوضها رفقاء القائد يوب عبدالاوي بكل إصرار وقوة وكلهم آمالون أن يتواجون باللقب القرية لأول مرة ويهدون الفوز إلى رفيقهم الفقيد بيلال بن حمدة والذي كان حلمه التتويج رفقة المنتخب بهذه الكأس فكل التوفيق لأبطالنا في هذا النهائي كل التوفيق لأبطالنا يونسي افتيسان عزدين أي جودي 48 ساعة قبل إجراء المباراة ستكون ساعة ثمينة ونصف مايش ثمينة ثمينة ونصف انتم كمدربين عرفتوا المنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف وعرفتوا كذلك فيهرق ولعبتوا المنافسات القهرية 48 ساعة قبل إجراء المباراة ما هو كيف ستكون الوضعية بالنسبة للناخب وطلق معه وكذلك للعبين مراد نظن أن اليوم حقيقة نرى كما يقول لك على 90 دقيقة نهائي ممكن 120 ولكن المهم المهم هو وصلنا النهائي الهدف المسطر هو نصف نهائي اليوم الحمد لله المنتخب هذا واللعابين هذه فرصة مرادة هذه فرصة للعابين المحليين يبينوا قدرتهم وينقصوا عليهم الضغط خاصة الضغط على البطولة البطولة الوطنية الكبير والصغير يقول لك لدينا بطولة ضعيفة وهذه هي للبطولة ومعناوية خاصة للمستقبل أما المباراة المباراة اليوم تتحضر خاصة على الجانب النفسي اليوم الجانب النفسي اليوم الأوراق مكشوفة المنتخب السينيغالي يعرف ولعبوا عدة مرات مع المنتخب السينيغالي كل منتخب يعرف الأخر كل لعبين يعرفه اليوم أنا نظن هذه المباراة تتلعب على جوسئية جوسئية صغيرة وخاصة اليوم نشوفه المنتخب بتاعنا تكلمنا بزاف على الكورات التابتة والكورات التابتة وقلنا باللي كورات التابتة في الكورة الحديثة اليوم راي تفتح أبواب وشفنا شحال من المباراة فزنا بها على كورة التابتة والكورات التابتة اليوم أنا نظن الناخب الوطني يركز أكثر على الكورة التابتة في هاد الحصة تدريبيات على الغد هي تكون كما قولوا ليلة المباراة أظن الضغط الكبير انتهى صراحة يعني الضغط الكبير يعني هذيك الخيال أنه مبالك ما تأهلوش مبالك صعوبات اليوم وصلنا إلى النهائي الحمد لله يبقى الضغط الإيجابي يضركها الجزائر الكل ينتظر في هذا النهائي الكل ينتظر في فوز هذا العيبين ويستاهلوها يعني لكي نشوفوا مستوى الفرق كما قلنا في الأول اللي لعبنا معهم يعني في هذه الحيوية هذه أظن هناك انتعاج داخل مجموعة حيوية تلقى أنهم يفكرون أكثر كيفاء يعني ياخذوا الروبير يعني معيار المقابلة الأخيرة تخمسة سفر ياخذوها يعني بأسلوب جيد تبقى أظن أنا في حصص أكثر وها حصص في التحليل كيف يلعب الخصم كيف يعني احتمالات كيف دخول المباراة كيف يعني إذا كان ضيعنا إذا كان سجلنا إذا كان سجل علينا هذه احتمالات هذه يعني زيد على ذلك نعمل أكثر على الاسترجاع لعبين وكما قال يونس البالاريتي سيتكون أمر مهم جدا في النهائي لأنه يعني صراحة خدمنا في المباراة الماضية سبعتاش نكو ركنية يعني زوج ركنيات كانوا إيجابي فأظن نتمنى أنه في هذه المباراة نستغلوا الكوالات ثابتة ومن المشوش إن شاء الله إلى أكثر متسعين دقيقة ربما الفرصة مقوش الفرصة يعني حسين وريضا راح يدخلوا ولكن هما يعرفوا على كل حال كإعلمين نهار أو يومين قبل إجراء المباراة كان المنطقة المختلطة بالنسبة للعبين ويوم غد يعني نهاء النهار قبل إجراء المباراة راح تكون للمدربين غدوة راح يكون مع أبو غيرا إن شاء الله نستمع لبعض التصريحات في المنطقة المختلطة لكل من شيتا غزالة وغندوس موسيقى موسيقى نكملوه إن شاء الله نتوجه بالكاس إن شاء الله نفرح من الشعب نتعجل لدينا المترجم جديد في المنطقة والإصطاد إن الإصطاد إن شاء الله يكون هنا في الخير علينا إن شاء الله موسيقى إن شاء الله نقول إن شاء الله إن شاء الله يبتقى أميرا الحمد لله يا ربي كما شدك معنوية تحت العيبين راحي راحي مليحة كما شكتوف الله يبرك ما شاء الله كين لون بيونس و هذا الشي ثاني ما يخبج ثاني بلانا كونسفاندري أمي بولزون رانا وعين بالمسؤولية تسنى فينا نهار السبب ان نظام بلانا وجدي انشاء الله لهذا الماتش انشاء الله وانشاء الله فيه آخر انشاء الله انشاء الله بلانا بلانا يكون حضور جماعي ري قوي رانا نستنى فيه على كل حال انشاء الله 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 انشاء من خلال تصريحة اللاعبين مرادوا سمعناها في أول تصريح للعب شيتا يعني باين بأنهم كان واضح وضوح الشمس بأنهم المطلوب منهم كان الوصول للنصف النهائي كما قال عزدين يعني باش توصل للنصف النهائي هناك عدة مقابلات كانت أربع مقابلات باش توصل للنصف النهائي اليوم الهدف يعني تحقق هو أنهم وصلوا للنصف النهائي ولكن ما تنساش لما تتعدى للنصف النهائي يعني المسؤولية راح تكبر كثير خاصة وأن اليوم الجامع راح يحلم يعني كجزائرين كلنا راح نحلموا بالتتويج بهذا اللاقب يعني اللاعبين حتى التصريحة تتحم يعني اللاعبين موزونا يعني ما شاء الله يعني اللاعبين يعافوا كيفاش يهدروا نعم شي فرح طبعا شي فرح يعني ماش هذك تعريضها درو خلاص يعني كل كلمة في موضحها حتى احنا كعلمين تسهلنا المهمة تسهل نعم تسهل نعم تسهل نعم يعني تعرف بأنه يتحدث يعني وفق ما قيل لهم قبل بداية هذه الدورة أو بعد نهاية كل مباراة يعني الكلام اللي يسمعوا سواء من عند المدرب من عند المسؤولين الكلام هذك اللي يسمعوه يعني رام ياخذوه بعض الاعتبار ويحلهما أيضا نعم وراك تشوف الآن يعني رام كلهم رام يقولوا بأن الهدف كان الوصول لنصف نهائي اليوم رانا وصلنا لنصف نهائي اليوم بقاتلنا خطوة على التتويج باللقب ان شاء الله بربي يعني يكونوا يكونوا في المستوى يوم الجمعة ويديروا في بالهم بأن شعب كامل اللي راهوا ينتظر فيهم واليوم ما بقاش متخب آلف ومتخبة يعني اليوم تشوف شعب الجزائري كله مركز على النهائي هذا يعني اليوم إن شاء الله يعني هذا الشي يزيد يحمسهم أكثر باش يكونوا في المستوى ويهديوا البلادهم يعني هذا اللقب بالقارنة ريدا نزيل عبرك نقول الحاجة وقال حسين هو أنه لاحظنا يعني فيه مشتوى جيد فيه بخص التواصل يعني العام التواصل الصباح يعني يلبس به من خلال يعني هذي الجنراسيو هذي هل يعني ممكن فيه يعني توجيهات من الطاقة من مكلف بالإعلام مانيش عارف المهمة ولكن تفضل أنا هذا زدت وزدت إضافة برك تفضل صح مورد اليوم التوفيق من عند الله الزواج سبحانه سبحانه ربي سبحانه سبحانه إذا سهلنا الأمور نفوزه بهذا الكأس للمرة أولى في تاريخ الكورة الجزائرية حنا نتخذ الأسباب وشوما الأسباب هل اسمعناهم بعد اللاعبين يقول لك أنا فيه جو عام مريح دليل على أنه المجبوعة تعيش بكل تناسق الفيبيان واحدة التركيز اسمعنا اللاعبين موراد يقول لك أنا أنا مركزين ألف بالمئة ألف بالمئة تركيز تام يقول لك أنا مستعدين ثانيك اللاعبين على حسب الصراحة تهم يقول لك أنا مستعدين مستعدين للمواجهة تع السينيقال ودينين في رأسهم موراد بتوصيات من عند المدرب والطاقة الموجود الفني باللي السينيقال ماشي نيجر لأنه السينيقال او حضر عليها الشيطة والديبار قال لك العبنا معاهم ما تشمي كون في عنابا وتعدلنا معاهم السينيقال ماشي نيجر السينيقال انا شفناها في الأدوار المتقدمة شفناها طلعتهم في صنص نسق تصاعدي كبير السينيقال عندها تقاليد السينيقال كما قال حسين المنتخب بتاح ألف سنبيون دافريك لذلك حافز كبير لهم المدرب بتاح أمتلك قال موراد باللي راح نلعبوه دون عقدة أمام الجزائر والأكتر من هذا قال لك نحن هنال سنبيون دافريكي بقى وماذا بينا نمدو هذه الصورة الإيجابية على البطولة المحلية السينيقالية دونك ما لازمناش نتغروه بهذا خمسة صفر أمام النيجر لأنه النيجر والسينيقال شيء آلي مختلفان اليوم الحاجة اللي مفرحتنا هو أن اللعبين حسين عندهم تركيز كبير تركيز كبير واستعداد كبير كما قالك شيخ يونس هذه اللحظات وهذه الساعات العمل النفسي أكثر منه عمل تاكتيكي أو تقليل نعم شكرا ريدا أنا سؤال بركي نوجهه أكيد راح ننم التواصل أظن اليوم اليوم في مجال التواصل الاجتماعي شفنا أن الكل يشوف يتابع صفي كل واحد يقدر في التنمر هذا مثلا نعم الناس ولا تخاف أنها تتنمر عليها بعض الصفحات نعم فيقول لك أحذر نفسي يا نقدر نهدر 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 يا ما نقدرش نهدر غير ما قلة ودلع ما قلة ودلع فلهذا نظن أنا فيه تطور وتحسن في الأداء الإعلامي عند اللاعبين نعم أنا حبيت نقول لريدابرك باش نفرقوا بين الجزائر وسينيغال شيء اللي نأكدوا عليه هو أنه السينيغال نهزموا في لقاء بينما الجزائر ما كان شحن ما نهزموا لا هذا ما يعنيش أنه ما نعم أنا ما قارنت السينيغال بالجزائر قارنت السينيغال بالنيجر بالنيجر يونس مانش حبيت نزيد ونطرع عليكم سؤال أنا وش حبيت نزيد مراد ريدا تكلم على حقيقة الخمسة أنا نظن ريدا هذه المباراة هذه صفحة دارت صفحة دارت صفحة دارت ما زيدوش نفكروا في الخمسة خلاص خمسة دارت وتكلم ريدا قالك سينيغال ما عيش النجار أيو الله هنا لماذا قلت لك أنا يا الجنب المعنوي هذا هو الكلام اللي يتكلم التقم الفني ممكن ممكن لعبين يبقوا في هذه الفرحة تاعة 5-0 ماركينا خمسة ماركينا هنا كما يقول لك قاردي لي بي سورتار يلاتيت بيان فرواتسو هذه مباراة مهمة مباراة مصيرية مباراة اللي راكح ترفد الكاس دونك هنا وين كاين عامل العامل هو التقم الفني خاصة على الجانب المعنوي وهذا هو الكلام اللي راهوا تقم يتكلم مع اللاعبين باش اللاعبين يفكروا اكتر المباراة وينساوا المباراة الماضية نعم هذي شفناه عند بوكر نهار سجلنا ضربة الجازة قال لهم مازال حذاري لأنه ماشي منهار راح للفارق نعم نعم حذري بالعقل لذلك عنده هذة الطريقة هذي مراد هذيك في مباراة لأنه هو اليوم 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 خرجنا 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 نهائي نهائي لكلام المباراة اللي فاتت خرجنا خمس اهداف لأنه هذة جوار الممكن بعض منهم لديهم مش الخبرة لديهم مش تجربة يبقى في هذه المفوريكة تا لساق لا ينحرجكم أنا وبما أنه غير التأكيد فقط مقابلة شفنا إسبانيا في المقابلة الأولى في المونديال يضرب بثمانية ومن بعد يخرج في الدول الأول يعني كما قلت مقابلة ما تشباش نهائي نهائي المرتخب الأرجنتين سعني خليني نحرجكم شوية خليني نحرجكم شوية ما هو شي حرج عليكم شوية سمعنا قندوزي قندوز عفون الحارس مرمى اللي كان في المستوى في الربع أو التلت يعني تلت تلتة أو تسعة تشنتقيقة ثلت أو تسعة تشنتقيقة في شعال كدلك كان في المستوى يعني العب باقي الدقائق أو المباراة وما تلقاش هذا وزاد لعب مباراة انتوما كتقنين شعلان عفونا قلت شعلان شعل وإلا قندوز كأساسي يعني مراد لحنا تكلمنا وقلنا ممكن اليوم خلاص هذا كالحارس اليوم كاين حارس رقم واحد والحارس رقم ثلاثة والحارس رقم ثلاثة نعم وكل الحراس يعملوا نفس العمل ولكن في المباراة يعرف رقم واحد ويعرف الرقم ثلاثة اليوم حقيقة قندوز خرج ببطاقة حمراء شعل كان واجد ودار في المباراة وننظر على حساب رأي وحساب معلومات قندوز يقول هو لي رح يكون في المباراة نفس الاحتمال بما أن قندوز ليس خطأ تقني تقني بالك معلار بيت تقني في اللي بيت توعه ولا ما تسجلش عليه ولم يوعد عنه أنه غلط في المرمى فأظن دائما نعود نقول أن هناك مدربين مثلا تلقى عندك مدرب حراس رقم واحد رقم ثنين رقم ثلاثة نعم وكاين هناك احتمالات أخرى مدرب لي يلعب ماتش ماتش ولا يعني إذا كان تنكيسي انتا ولا تخرج انتا تتعبوني اشا نعم قال لي ما جاوبتوني اشا ولكن نعم احتمال بحكم تجربة كمدرب انتا اشترك في برس بقرة تخلي اشي عادو وندخل قندوس لا ندخل قندوس لا لا عشك تدخل قندوس لا لا قال لك رقم واحد موش انو الشي اللي منع قندوس ملعب شي اللي قال السابق لانو كان معاقب انتهت العقوبة ورجعوا لحراس رقم واحد من البداية اليوم المدربين وخاصة المدرب حارس المرمى تكلمنا الحراس قال له شوى نميرو اين سي قندوس انت نميرو دو هل ترى انت تظن مباراة تالتا كان قادر يلعب شعال ام لا يقدره مقدر يلعب ملعبوش وعلا ملعبوش وش هي الاسباب انو دخل رف المستوى يونس 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 بحكم الفورمات وكندوس كان في استمراريات داخل راسية المهم احنا ملحظنا انو الحارس وعطينا معلومات اسمع اذا عندك معلوماتها وخبر هل تستعملوا؟ ليس معلومات ايسا هي بوقرا باش يكون في العلم تاع اه وعلا أسابن انتوا مت positive قللك اسمع ملح البيلحمه لان بالحمه كلمة الاولى واخرات البيلحمه فكة المدق سهل ان نخرجوا بينحنا بديبلوماسية فها احنا جمال لا تجد افضل ملح مجراني اجمل ايكي في رأس بوغرة ما يمكن أن يكون هنا أعطينا الإحتمال لك وكان حاجة عزدينة في كثير من الأحيان أنا مو شغير إحنا على مستوقر كثير من الفرق والمنتخبات لما الحارس الثاني يأوض للأول يبرزه وخاصتك يكون شاب وخاصتك يكون شاب يبرز ويخليك في حيرة مواردتك لعبة البالون وكذلك وكذلك البادل وكذلك البادل هناك أساسي يتعرض إلى إصابة ويدخل هذا البادل ويقوم بإمكانك شوشي موارد في جيسكا وصيف مواردت ودخلت شوشي ومع ذلك المنتجة في زوج هذي قال هالي المخلشتان رسكي لونيس أحكي لي هذي العودة نعرفوه نقول ليه البوغرة نقول ليه البوغرة لأ البوغرة عنده هذي تاريخة العمل منين يبدأها؟ نسألك وواجبني وين يبدأها؟ ويش من المباراة؟ شكون اللاعب اللي يدخل ودار مباراة في المستوى وخرج أحسن اللاعب وفي المباراة الجاية منحها رضواني نعم هاي نعطيكم ميتا الحي نعطيكم ميتا الحي ميتا الحي ميتا الحي محمود قندوز وكان في السن متقدم ما كاش ملعبش في الأصلاف هذيك صغره بزاف كي جار نصر حوسين داي للاك سنترال شكون كان عكاك وكديس هذو هم اللاعب سنترال تعلنات والنات سلي بات تبليسة صعبة العكاك دخل محمود قندوز ملتم دخل فرز وراح الفريق الوطني ولا قاعد صح موراد العكس بين واحد يصاب واحد معاقب هذا بات تبليسة بات تبليسة نعم وخاصة قبل الدخل ويكون في المستوى لا تنجح ماذا قالت ماذا قالت المخرج لونيسة لا تتحدث عن هذه الخضية ماذا تبين ماذا تبين نظر نظر بعد لا تتحدث عن الوقت ونستمع محمد صالح في عبود اللي هو مكلف بالإعلام نستمع للتصريح ثم نعود للنقاش نفس التركيز نفس الإرادة نفس الانضباط الحمد لله اليوم من بداية التربص الكل جاهز خرجنا من اللقاء بدون إصابات بدون بطاقات سفرة كل لعبين جاهزين إن شاء الله نتمنى أن المقابلة تسير في اتجاه الفريق الوطني بالنسبة للبرنامج كما قلت من قليل هناك حصة تدريبية أخيرة غدا بدون شيء ستكون طاقتيكية محظى أثناء هذه المنافسة حضور عائلة اللاعبين شيء إيجابي شيء ممتاز وهم كذلك يحبين يعني يشاطروا هذه الفرحة أو هذه المنافسة هذه لأول مرة في الجزائر مع عائلة التحم حيث أنه والله ولا أحد ولا أحد بش نقول لك ولا أحد سواء اللاعبين أو الطاقم التقنيي لا تكلم على هذه المنافسة صراحة لكل لكل منصب حول الهدف هو التتويج أما المنحة أمر مادي يأتي بعد المنافسة ريدا هو إعلامي وتعلامي تفضل أجاوبوا مراد الصالح بيعبود مكلف بالإعلام نعم وناطق رسمي وفي الفارق ألف وفي الفارق المحلي يتكلم كل الأمور واحد ما يتكلم عباسكو إذا شوفه الصالح يتكلم ذلك على الجانب التقنيي أصافي بليزير ماذا يقول لك ماذا يتكلم على رياضي؟ صح موراد على الأبريم كيف رياضي موراد؟ لا تخدرنيش كيف رياضي؟ لا مارس رياضة مارس رياضة مارس رياضة ماليش يا سيني زيادة فينا يحضر على التقني يحضر على الأكداء والله ما لي أسماء وليد فاميلي صالح بيعبود وليد فاميلي وصاحبنا وشغول ناطق رسمي يعنيش ما يكتبوش ناطق رسمي مش مكلف بالإعلام كي يكون ناطق رسمي يتكلم على كل شيء يتكلم على كل شيء يتوجه ليه وكله ما زيستكلم على الجديد لا لا ما يقوله شيخوير يا ولا لا زيستكلم أنا ماذا بيه يدخل للطاكتين غير يزعف غير الشيخ بارك وترهمهم هاه قلت لك على المنحة موراد صحيح أنه ما كان ذلك اللي يتكلم على المنحة لأنه هذا هذا عبك تصل إلى نهائك بطولة أمم إفريقيا المحليين وتلعب أمام جمهور الشعب قائز سنك أعتقد هذه هي المنحة هذه هي المنحة ولو أنه هذه الأمور موراد لازم يصروا من قبل من قبل تكون أمور مضبوطة لأنه رأنا عايشين في عالم احترام نعم قاعدت مع أشوف توصل الكاردو في نهار وشال عندك توصل الدمي في نهار وشال عندك توصل لأنه هذه الأمور هذا هو الموحيط الموحيط العام لللاعب تخليه أنه ميقم ملاح تحاجة في الاتحادات التي تحترم نفسها هذه الأمور أمور لكننا ما عليش لدينا هذه الشعبوية أو الوطنية وكذلك ولو أنه نلعب بنا موراد التحفيز تحو مرح يكون غدوة نهار السبل مادي لأنه تحفيز أكثر منه معنوي على شيء آخر هذا هي أنا ماشي معك 100% فيما يخص الطرح لماذا؟ لأنه الشي هذا عشنا في واحد المرحلة فوضى كانت كبيرة وعارمة أقدر حسين بعد الفاصل راح نزيدونا ننفصلوا في هذه النقطة كانت فوضى عارمة لأنه لم يوضحوا ما الذي يتعلمون ما الذي يتعلمون ما الذي يتعلمون ما الذي يتعلمون ولكن بعد مرحلة ثانية في وقت روا روا فوصل الأمر بدأت توضح الرؤية وليبريم بينيين قبل إجراء كل المباراة سواء في كأس العالم ولا كأس إفريقيا وغيرها أنا مع هذا الطرح لا بد أن تتوضح الرؤية قبل إجراء حبوي صح نحن نتطقني إتحادية الجزائية يحبون الغم كل حاجة في الغم يحضروا على لونترينير ناشونال ما لبناش ناس كنسينية ما سينية وبدأ الأخير يقولك سينية وبدأ الأخير كده ومن بعدها خلاص الناس كاعدة تتحضر تتحضر أهوال سينية ووقتها السينية عنده شهرين وعليش راكم تديروا هكده على شر أنا في بلد تعم شكرا يوم بعدنا حضروا أنا أكفهمني أكفهمني أنتهى يعني وقت الجزء الأول نتقي معكم في الجزء الثاني بعد الفاصل الجزء الثاني من حصتكم حصة حياة الشان كنا تكلمنا على منتخبنا الوطني وعلى الإعلام فيما يخص هذا المنتخبنا في انتظار إجراء المباراة النهائية يوم السبت إن شاء الله حوسين ما ما سمعناكش فيما يخص المداخلات تعبد تعبد مراد فيما يخص العلاوات هذه تعالى اللاعبين ما وش وقتها يعني أكيد ما وش وقتها كان وقت فات كان دارت مشاكل كبيرة ودارت نشيخاقات داخل المنتخب الوطني ولا تتذكروا يعني في الستة وثمانين كما حتى الدولة مدرهم للعابين وهم لهم شوفوا يعني فوق طابلة وعطاهم منه نعم بعد الالفين وتسعة يعني بدأت الأمور تصقمت واللعابين ولو ما يحبسوش يطالبوا بهذا الشي أن تنتهي الدورة كل واحد يروح يعني للحساب البنكي تاعه يلقى المبلغين تاعه اللي يسلموه له ونظن كما قريضان أن نمتارك في مقابلة نهائية جزائر كل تنتظر فيك اليوم أنت هيتشرف بلادك اليوم قضية المادية هذوك هذيك تبقى بعد بعد الشران أنا متأكد باللي رحيني يعطولهم كما أعطولهم لما جابوا كأس العرب كما جابوا كأس إفريقيا الأمم اللي جبناها من ميصر كما يعني كالدولي بريم وهذو علاش حتى هذو أكيد ما مش رحيني يحرموهم اليوم هو ما حبش يعني العبود ما حبش يخفض في هذا الموضوع هذا أكيد في هذي عنده الحق ولكن كي مقردة يعني الجانب التقني وذو الأمور من الأحسن يتفاداهم يعني ما يدرش عليهم لأنهم كان أهل اختصاص يخليهم حنرنا هنا يعني كي نلحقوا الجانب التقني كي نلحقوا الجانب التقني من الأحسن أنا استبعد أنه ما يعرفوش اللعب يعرفو ولو يعني شبه شحال يقدروا يديوه هذي يعني معلوم ولكن باش يتكلموا ولا يتضغطوا هم بعيدين كل البواد هذاراهم مركزين هم نعرفوا أنه هني عشفناهم وشفنا حتى ثلاث لعبين يتكلموا مم هو قال لك هدرنا نويونس على التاكتيك وعلى النفسي قال لك هم دارين شي هذا هظن أن الأمر يكون بعيد كل البواد جانب آخر اللي هو إنساني كما تعودنا عليها لكل حال استقبال كان من طرف اللاعبين كذلك بالنسبة لأطفال من ذوي الهمم كالعادان شوف استقبال هذه الصور وخلقهم يفرحوا فوق الميدان شوف هذه اقتربوا من اللاعبين نعم 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 هذا اذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني من ناحية التحذيرية كما قال يونس منذ قليل الجانب تطبيقي يعني يركز على الجانب التاكتيكي خاصة وكذلك الدهني والبسيكولوجي حصة تدريبية لمنتخب السنغال انتم تعرفوا يكون منافسنا الحصة هذه قبل يجراء اللقاء يوم السبت ان شاء الله كيفاش تشوفوا ولو تكلمنا عليه ولكن زيدوا انتم كتقنيين كلما كلما فيما يخص هذا الفريق هذا المنتخب مراد انا الحساب رأي المنتخب السنغالي الحق الهدف تحته الحق الهدف منظمش جال جزائر باش يفوز بالكاس صح الهدف تحته وصول للنصف نيائي مانه هو ما عنده ما يخسر هذه المباراة ما عنده ما يخسر المنتخب السنغالي ما عنده ما يخسر الضغط راح يكون فوقنا هنا راح يلعب بدون ضغط يلعب بدون ضغط يلعب بكل يرمي كله راقه مباراة في نهاية لازم يكون واحد فيها فعيس وخاصة نعرف هو ينتظر راح يشوف الشرط الاول نفس المستوى اللي لعب به المنتخب الجزائري ضد المنتخب النجا ينتظر المنتخب الجزائري راح يدخل بالضغط المتقدم يدير ضغط باش يحوز كيفاش يسجل في الضغايق الأولى هذا كلام احنا نتكلموه للعابين وخاصة لما اللعبوا في محل في ملعبنا هذا هو الكلام اللي نتكلموه قلما البداية نتمنوه ما تخليوش الخص يربح ثيقة في نفسه لما يربح ثيقة في نفسه ممكن راح يخرج وراك أخرى ولكن لو ما تخليهش يربح لا يقدرش خرجه يبقى دايما متخوف ومتخوف منين متسجيل أهداف نقول له قبل ربع نهائي تسألنا هنا من هي الفرق اللي تقدر هتكلمنا يعني على بعض الفرق وقلنا هناك الجزائر وفرق أخرى نعم يعني بكل توادع قلنا أن الفريق الجزائري عنده مخزون وعنده قدرات نعم اليوم كنت ندير حسابي هناك وكان نديره الفرق بات عليك تعال الفرق الوطني ندخل معه في النهائي أنت أنا شافية عز الدين في المباراة الأولى كنت متحفظ نوعا ما هكذا يا ابتداء من المباراة الثانية جيت هنا في البلاتو قلت بلك كائن المنتخب الجزائري والباقي يعني هنا لأنه النشفة ابتداء من المباراة الثانية عتعرفت يعني أنت عرفت عندنا فريق اللي قدر يمشي الدورة أنا قلت حتى قبل بداية الدورة قلت أنا بالتحذيرات تحذيرات خاصة نعم الموضوع ليس لدينا حق آخر نعم وخاصة في بلادنا نعم فاليوم فريق سنغالي نحترمه فريق سنغالي أعطينا الإحصائيات بشبانه بسرعته في اللعب ولكن إذا كان الند للند علىها أنا أتصور أنه غدا راح يعني يحاول يلعب بالمرتدات بشي باغتنا لأنه عنده مهاجمين أسرع صح يعني كنشوفهم في الثنائيات في السلعة نعم عندهم واحد السلعة أكثر منا ولكن حنا القوة البدنية الدفاعية تساعدنا أكثر أكثر نعم فلهذا أتكاهن أنه يعني مهما يكون المخزونة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حسين مرادنا كلام لها تعال الشيخ يونس يعني 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 ما جاوش بش يفوزه بالكأس أنا نظن لا أنا نظن بأنهم جاو بش يفوزه بالكأس طبعا لأنهم لحد الساعة هم لحد الساعة لعبو خمس مقابلات كما لعبنا إحنا ما تنساش بالدفاع انتحام تلقى هدف واحد في خمس مقابلات نعم في المقابلات اللي يخسلوها مع أوغندا فقط هذا ما كان نعم أما البقية مقابلات الأخرين أربع مقابلات تسجلو فيهم ستة هداف يعني يعني أبانوا على أمكانيات كبيرة أنا نظن بش يعني فريق اللي يوصل للنهائي ما يحلمش بش يفوز باللاقم أنا نظن باللي منتخب ليس بالهيين منتخب في المستوى وأنا متأكد باللي صحنا يعني عندنا ذلك الأسباقية أننا نلعبوا في ملعبنا أمام جمهورنا يعني الحمس تعالى كل جمهور رح يزيد في اللعبين بتوعنا ولكن يبقى منتخب لنخذه وحذرنا منه لأنه قادر يعني يباغتنا في أي لحظة شكرا حسين لما نوصله للنصف النهائي ونفوزه رح يكون كلام آخر طبعا هذا الكلام اللي قلته المدرب ما راح شي يقول ما بيد الحق الكلام هذا قال قبل تبدأ المنافسة المنافسة قبل ما تبدأ المنافسة لما وصل للنهائي اليوم وصل النهائي عليش قلتلك ما عنده ما يخسر راح يرميكول وراكول راح يقول وحنا الهدف تعنا نوصل لنصف النهائي لا بيتي فيا كيمة كيمة احنا شوف مورا حسين احنا بلاد منظم ودرنا نصف النهائي في الهدف المسطر مادرناش نفوزه بالكاس مادرناش صح يهل تراه هما المتخبسين أبدا أبدا لما يوصل لما يوصل يقول لك لي ملع يقول لك لي ملع محكي لك هدية تفضل كما يقولك مان باين مينت راح نلعبنا لك وبراب ويدت المسان وهم مشكورين ومالهاد كما يقول لك المنبر تحييهم ونصف المسان الله يباركه لا يباركه وصلنا لهيه كيل حقلان نصف النهائي الصحفة واش قالت قالت انوا ما جيت في نصف ما شيف الربع النهائي قال كنتوا ما جيتوا تديروا السياحة هاد الكاس ما شيت تعكم وقالوا حقيقة نجينا نديروا السياحة ولكن تبه نار بيه نهار وصلنا نصف النهائي الكلام بتاعهم تبدل قالك اليوم اكوا غيرتوا الويتش غيرتوا الويتش غيرتوا الويتش تاعكم اليوم اكوا معاولين تفتتوا قلت نواء وطلابهم يمشوا احنا جينا جينا حقيقة نجينا نديروا سياحة ورحنا كيما قالك بلس يورفو رحنا جيبنا امراء ولينا بصح كيل حقنا للنهائي رح يكون كلام اخر والحمد لله بصح لها دفتعنا مرحناش منها قالوا روح يبوك لها دفتعنا قلنا وصلوا للربع النهائي وكيل حقنا الربع النهائي قالوا بيتيبيا وموشو دمي فينا لا لا احنا نتمنى والسنغال لا لا ما يهميتكوش لا احنا نتمنى وان شاء الله كيما يقولك الجزائرية ان شاء الله ان شاء الله تبقى هنا لكن اخر لي هو صورة اليوم في صورة اليوم نتكلم مرة اخرى ومرة ثانية على نفاذ التذكر في وقت واجيز يعني من موقع التذكيرتي حيث بلغ العدد الإجمالي خمسة وثلاثين الف يعني تذكير بعته ولكن كان تضمر من كثير من الأنصار على أساس انه ما قدروش يعني يخذوها بقى السؤال المطروح ما نقدروش كوننا نديو التذكيره هكذا حوسيه انا عادينا نشبه هاكمة مثلا نفتحوا المجال للتليفون مثلا في التليفزيون ولا في الإذاعة والناس راهي تتكلم في التليفون كاي اللي يحكمك كاي اللي ما يحكمك شا ننظر يعني مانيش عارف ولا راني غالط ان شاء الله هنما كوش غالط العيب كان في الوقت في الوقت ممكن العيب كان في هذا غيروا الوقت نعم انا نعرف المنافسات الكبرى التذاكر تباع قبل بداية الدورة قبل انطلاق الدورة الى تتذكر في 1990 لما لعبنا كأس افريقيا للأمم هنا في الجزائر انا نتذكر مليح انا شخصيا باعونا هذو كارنيات فيه كارني فيه تذكيرتها كل مقابلة كنا كل مقابلة نحي تذكيرا تاعك روح ادخل بها الملعب حتى الله في نار ولكن الان مراد هذا هو مراد حتى في كأس العالم مثلا في كأس العالم تسمع في شهرين مقبل التذاكر مباعت يقولك تذاكر تعال مقابلة الفلانية بيعت حسين اسبوع قبل اشتتاحيا الناس مكانت تسمع مارك الله وفيك هذا ولا يكن راح تجوبي نحن شوفا حسين نحن شوفا حسين نحن شوفا حسين ما زال أنا ديرهم بالبيع ما عليهم نحن شوفا لا نقومو هذك هذا الحمس هذك تبدأ المشكلة لو لا باس الجمهورية اللي يتاخذ قرار مئتين دينار لتركيرا والله غير احتوحة ما يجيك احتوحة ما يفكر تشجيع هذا في ذاك الوقت في ذاك الوقت كيخذات رئاس الجمهورية القرار وقالوا انبيعهم مئتين دينار ثم عرض كل التذاكر للبيع والناس تشري بالعقل اليوم ما عندوش على شيء يقول لك يعني الوقت ضيق وماش عافنا يتفتح في عشرة ثقائق السيد تفتح في عشرة ثقائق وعاود تغلق لا افتح قبل ما تبدأ الدورة بنهار بيومين بأسبوع خلي الناس تشري بالعقل على راحلها يسمحونا صحابنا لانا الكل يكلمني اليوم كأني انا منتلت بيع ديكيات ساعدة لكي الحاجة جديدة لكي الحاجة جديدة والله يعني حاولنا جهة الامكان احنا اعزني لكي الحاجة جديدة عارفنا هادوك جديدة الزمان افع الزمان من قبل قبل يعني قبل كنا كي طلبك انتاكا مدرب يقول لك ما عندك شيء تذكيره ولينا فيتاسيون هكذا باش نشوف مثلا يقول لك ايه الامفيتاسيون باش نشوف الامفيتاسيون وقدان خيره يقول لك ايه الامفيتاسيون ليه او لا لا الواحد زميله صح اليوم طير اليوم اش يقول لك يقول لك للعائلة زوجة يقول لك الولاد هذا الشيء فرحنا يعني اخلاص دخلنا يعني شيء بي كنا نتغروا فيه طقافة جديدة طقافة جديدة مشيء يعني صراحة حنا قلنا في الحصة الأولى هذا كامل استثمار الجزائر هذا كامل ما نقول لك رحين غلطوا وغلطنا ولكن استثمار للمساير الجزائري للحاكم الجزائري باش نفهموا العقلية اكثر وان شاء الله المظاهرات المستقبلية رحين ديروها احسن فضل ريدا مراد هذه النقطة السوداء ايه في كل هذا الشعن هذه مراد لا لك ينزوج كين هذه وكين تلعبين دوليين خليني نهضر اه دك اه جايك جاي مراد هذه نقطة السوداء كبيرة مراد لانه اليوم الجزائر بهذا الامكانات وهذا التنظيم الرائع ما حصلوه في بيع تذاكر ترون تساميل تذكيرة صحيح مراد واش قلت انه الطالب كبير بسحنتا ترون تساميل تذكيرة 35 ألف تذكيرة تروح قيع في 20 دقيقة نحن عالم تستفهام مراد نحن عالم تستفهام 20 دقيقة نحن عالم تستفهام كبيرة يا مراد انتا قبل انتا كيفا مؤسسة رسمية تقول باللي التذاكر يبدو يتباعوا على الساعة الفلانية وبعدها مغلوق وبعدها مكاش بس كي سراء البالح نورما معربعه وبعدها عربعها والاخر وماهما والاخر ماهما والاخر انتا عندك الحق انتا تعلموا بالتجارب بالصح انتا الناس قيع مسقم مليح 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 تتوصل عندك انتا تخصرنا العرز على باك بل يلا كافا يتباع الناس قرعهم يتبعوا الناس مشوية الناس تكون احترافية وميهانية مانا غرقوش فيه فنجان قال احنا هادي تذاكر خمسة وثلاثين ألف وكذا وكذا وش قال حوسيل عنده الحق المسير الناجح سلويكي يبريفو مش الي يبدأ منظرك اه مشاكل وقد كلش نولينا الدعاوات موراد وكان يهدر عزدي يقولوا كان قالوا لي وقدر نطي كان الفرميسيون اللي حاكم هذه بوطولة أمم إفريقيا بوطولة أمم إفريقيا المحلين المحلين لاحبين يشتوف البوطولة المحلية فالبوطولة المحترفة شكل رئيستها مدوان 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 رئيس رابطة رئيس رابطة محترفة لكورة القادم لفاف الاتحاد الجزائري لكورة القادم تجاهله رسميا عيبة بالنسبة لي لفاف 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 واللجنة المكلفة ينسر خلينا من هذا نزيد لك بأنسرتان بعمر بعمر رمز من الرموز الكورة الجزائرية في جنوب في ورق لا ينسر خلينا من تعيش نسمح وجدك في جنوب لفاف مجدد لكننا لم يكن تعلمون بالمعرفة و الأن تريد أن تتعلمون هذا هو أسعى إخوة أنه لا أتكررون لا 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 أتكررون لكن أقول له لأنها رائعة لحكم هم اللعبين محترفين أعيب أنه لا تعيط له أقول لك الأن تتعلمون كما الشيخ تعنا أعيب أعيب و نتعلمون بالمعرفة بالمعرفة والتي تتمد بالمعرفة والتي لا لديهم حتى علاقة بكورة القادم تكلم أنت في أماكن نورمان مهم ليزون ترينير اليوم تستثمر في يوليو سيفتي سال تستثمر في عز دين أي جودي أما اللاعبين الدوليين فحدثوا لا حار لا حتى الحضور حتى الضيوف كي يلقوا وجوه مثل هذا يعني الوجوه وش يقولوا يقولوا هم الموجوه تالي مثل الكورة جزائرية فعلا كي يلقوا وجوه أخرى ما عندها حتى علاقة لا من قريب لا من بعيد بالرياضة والكورة القادم الجزائرية رئيس الرابط المحترفة لكورة القادم ما حتى مقابل خلاص خلاص أنا نظر النقطة ما أنا مازلو نادر مراد الوجوه اللي شفناهم في الكاس العالم في قطر في قطر شفت وش كانوا يورونا ليماج لما كانوا يورو لجواء لجواء شكونهم لجواء على البرزيل لجواء على الارجنطي لجواء على الولان وهذه هي الفرجة فوق الملعب يقول لك شوف تبارك الله بدون تعليق صورة أخرى عجبتني هنا هي حملة تنظيف ملعب نيلسون منديلا بعد مباراة نداء نداء حملة تحت شعار مناصر حاضر متحدر مناصر حاضر ومتحد متحدر هذه تكلمنا عليها في بداية شان قلنا إن شاء الله لو كان نمشي في هذا طرح هذا إخلاص جمعية الدراجة الخضراء بارك الله فيك جمعية الدراجة الخضراء هي اللي قامت بهذا دور نشوف نعم 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 هذا بالنسبة لهذه الجمعية اللي قامت بدور فعال ما نشعرف إذا كان نعم نشوف الصور نشوف الصور وهذه الحملة اللي تخلينا ندخل ندخل في إطار تحضر وهذه الجمعية جمعية الدراجة الخضراء هذه قبل بداية الشان كانوا يعني ثاني داروا نداء الأنصار ووجههم نداء يعني في المستوى بش يكونوا متحضرين يعني في تحضر يعني في تحضر وفي تحضر جينا من جيتكم الله أعلم أنا كانوا جيت بليدة جيت بليدة ممكن ممكن ما ما يكون جزائرية خالصة للجمهور نتمنى النجاح لأنها لو تنجح تعطي صورة وطابعة جيد للمناصر الجزائري هذه تكون من بليدة لماذا أنت تعار بليدة مدينة الورود الورود ومدينة جعاف سابقا في شاكير شيء موراد نسمح لي برك فيما يخص نفاذ تذاكر موراد ليكون في علمك الصح طالب كبير بزاف كبير كبير بزاف اليوم رغم السلطات العمومية رغم فتحوا بلك بعد تحضر عليها أولا رغم فتحوا مناطق كيف نقول احنا دي زون فان فان فتحوا بس يشوفوا الملعب مثلا في قاعة البيضاوية وقاعة حرشة كلم بزاف المناطق رح يفتحوا بها الشاشات العملاقة الشاشات العملاقة باش يتمكن الجمهور الكوراوية الكبير نحضر لك هنا في العاصمة وكين مراف ووحران وقسنطينة وعناب كل جزائر باش يشوفوا المقابلة شوف أنا عزدين فقط في 1990 لما حدثت تحدث لك وقلت لك يعني كانوا باعوا دي كارني هكذا في المتكيات يعني لليبيت حدثت لك وكي ستعدت لك وكي ستعدت لك هذا الوقت لا ي strange واجبوا جميعا بينما أعني في تلفزيون تلفزيون كون لا ما كانوا بقاوي بيعوا لأن ذلك الكارنيات اللي بيعوا الناس ماشراش حالتي كان ذلك الوقت في كارني والله من يعفل الثامن تحرم منذكر شنا حوالي 20.000 و 21.000 هكذا كامل ذلك الوقت ولكن بقاوي بقات الناس تشري في ليبي يعني تخلي المجال مفتوح الناس تشري اللي ما شراش في الأول يشري بيه يحب يشوف ماتش ولا يحب يشوف زوج مش يشرت يشوف كل المقابلات أيو الله يولس بيزيدنا نخطف في ما يخص هذي مبادرة هذية لا المبادرة التذكر ولا المبادرة على الجمعية الدراجة الخضراء هذي مبادرة حسنة مراد خاصة بعد المباريات نعرفه الملعب كيف رح يكون وهذا إن شاء الله نتمنى ماهيش غير في هذي المباراة نتمنى في كل ملاعب بتاعنا ايو الله باقي المعلاعب هذا هو اللي هذا تصرف السيفيزم هذا تصرف سلوك ليس شي اشعار نحن نتحضره بصفة كما نقوله دائما لأنه اليوم هذا الملعب سلمانديلا ماتع فلان ماتع فلان ماتع ناقع ويقوم بكسب شعب الجزائري ويقوم بكسابه يتحلل فيها يتحلل فيها اليوم هذي سلمانديلا نتحلل فيه بل هذا المكان لا نقعدوا فيه بكسابه لا نرمو حشك زبل تماما ما زبله طوي جميل حتى الصور كبيرة يتحلل الجماعات الجماهير نشوفوا انه صراحة سلوكهم سلوك حضاري تلقاهم العلامات تلقاهم حتى العائلات فعن الصور ايش فيناه الى اليوم في كل ملعب هذه تعتبر سلوكات ايجابية تعتبر سلوكات ايجابية حضارية هذا مكانش خلاص صح على كل المناصرين كل الشعب الجزائري اذا ممكن نرتك اليوم مشيت الملعب شاكير في البوليجة مشيت يعني رحت في الزيارة هكذا يعني والله شي رائع شاكر نعم الارضية تعرف يعني من ارواع ما يكون الخبير تعنا سعمار راو قايم بها ما شاء الله اللي في استياغ يعني علش قلنا الخدمة مراد الان شي فرح يعني حتى مدير شباب الرياضة واقف مع الشانطية في ذلك الملعب شوف انا مضم يروح يروح وخلاص صلى الوقت عليك هل انا اكد انه لو كان تكون صرامة في التسيير وتطبيق العقوبات كل واحد يخدم خدمتك انا نظن انا راح يليها ان شاء الله العقوبات يونس يونس منضبطي حباتشي دخلوني نختم دخلوني نختم دخلق شاكر 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 موسيقى الجزء الثالث من حصتكم حصت حياة الشان نبدأ مباشرة بركن افارقة الشان موسيقى 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 اكيد افارقة الشان راح نتكلموا على المقابلة الترتيبية اللي قلها عندها كذلك اهمية لماذا لانه الفائز بها راح يحتل المرتبة الثالثة ولما نقول المرتبة الثالثة يعني راح يكون في البوديوم هذا هو يعني وبالتالي عندها اهمية وراح التجريب بين النيجر اللي شفناه كذلك فارق لبس به مع هذا يعني النتيجة او الانهزام ثقيل امام منتخب جزائري خمسة صفر وكذلك فارق مده غسكر اللي قلنا كذلك في لبس به فاللي قارح يكون يوم غد اثنين بمدينة طهران بمركب ميلود هدفي بدون شك وهذا هو الشي اللي نتمنى وكذلك يكون الجمهور حاضر في هذه المنافسة الترتيبية وبالتالي نستمع لتصريح المدرب المساعد لمنتخب النيجر التعامل المتقانل من قبل هدفي وقبل هدفي وقبل هدفي وقبل هدفي أنه خلقى نصلك من المعنى شخصاً الناس جميعاً الناس نتعاني تعمل هذا بكراحة بشيء أولوك أنه ينزل سيوتيار والشعارة وتجاهل جميعاً في نغطان من تحرك في نورانيا ويساض أعطب بشيء والتعاني ويستعقى بالفعل يداريه دومياً ما وجدت من تحرك في تحرك قناء شوف العمل التواصل يونس يقول لكنا أبلي نحن نحن نفعل نحن نفعل نحن نفعل نحن نفعل نحن نفعل يعني نحن نفعل نحن نفعل نحن نحن نفعل هذا هو التصريح يعني أن النقطة وليس بالسهل أنك تخصى 5-0 في النصف النهائي صراحة يعني موش بالسهل ولكن اليوم كما لفيناليست رح نلعب الكل في الكل هذا الثاني رح نلعب الكل في الكل لمرتبة مشاريفة مشاريفة خضر الله نجارة بمعنويات منحطة نصدير لما تسجل عليك خمس أهداف ماشي بالسهل تعود تعود ترفع هذه المعنويات تعود تحضر مبارا ولكن ممكن عنده كلام أخر المدرب خاصة للتحفيز اللاعبين في هذا المباراة قال وليما لا مباراة مفتوحة لكل احتمالات نعم خمسين خمسين ما تكونش تغييرات كثيرة يعني ممكن رح يدر لا نظن 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 خاصة المنتخب النجار ما شفناش المدرب ما غيرش بزاف المباراة ما غيرش نعم ولكن ممكن وله عنده تشكيلة متكاملة رح يدير بعض من التغييرات هذا بالنسبة للنجار قبل ما نمشي للمدارس غير تفضل حسين مراد هذه المقابلة التعال الترتيبية الترتيبية احنا اللي ما نعطوش اهمية مراد نعطيك مثال بسيط في 2006 المانيا نظمو كأس العالم في بلادهم في المانيا والتقصاوا في النصف نهائي ولعبوا مقابلة ترتيبية مع البرتغال في المقابلة الترتيبية الانصار تعال منتخب الالماني اللي تنقلوا الملعب 52 الف مناصر في مقابلة ترتيبية نعم يعني خسروا يعني لو كانوا نحن تخسر النصف النهائي كأس العالم ما يزالوا يحوصوا عليك خلاص هم خسروا مقابلة النصف النهائي وما عادت في المقابلة الترتيبية 52 الف مناصر اللي كانت حاضرها في الملعب وتشجع في المنتخب بتاهم وفازوا البرتغال ثلاثة واحد وحتر المرتبة الثلاثة نعم أنا نقول لك مقابلة يعني لما تسمع مساعد المدرب بتاع منتخب النجر يقول لك المقابلة النصف النهائي أنسيناها صح نساوها يعني اليوم يفكر في المقابلة الترتيبية لأنه عارب اللي لو يحتل المرتبة الثالثة راح يدير نتيجة إيجابية نتيجة إيجابية ومئة ألف دولار زائد على صاحب المرتبة الرابية نعم نعم ممتاز نمر لمنتخب مدهغة صغر ونستمع لتصريح المدرب وكذلك أحد اللعبين نعم 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 لكي نستطيع أن نستطيع سؤال في هذا المنطقة لن يجعلنا نحن في مدغسكات وصولنا نطبقاء أجلنا لن نكون محفوظة لن يكون هناك لن يمكنك طريقه على نستطيع المدينة على الوقت المنزل لهذا المنزل لهذا المنزل لكنه كم هذا هو فسوال ليس هناك 45 مرة إلى 1 هارة لتنسى هنا من الجيش في الالجير إلى الوران. أعتقد أننا جمعنا جمعنا جمعنا. لقد كنت جمعنا بجمع هذه المرة. ولكن اليوم السابق هو الآن 18 أكثر. لقد أعتقد أنه لا يوجد كثير من المشاركة في المنزل. لن تطلبنا اليوم. لن نجد الى المنزل لتنجل لتعرفير للعبة للعبة مالاقا. ون你是 مظهورا موولة لتكون هناك فعالة ونجد أن يكون رؤية التعدي ونظر على هذا المال نسمية، نحن هن يكمل من النحن نحن هنان من النحن لنا ننتهي لتقيقي حنت هو نحن سنجد لأن نهاية حبيره لنا زندوانا هذا هو في مدرسة مدرسة هذا أيضا بالتحضير للمبارات يونس كيف يفعل نفسه ونفسه نستمع للمدرب ثم نعلقنا بعد نترسة في تيارة الجو رئيساً اشتركوا وضعوا بشكل صحيح فضل يونس مرادة لعبادة المدرب هو يحرك العبادة على عبادة ولكن هو هذا هو نحن يقول يدخل للبيت ويغلق على روحه ويعود يشوف المباراة يعود يشوفها في مخه وهو يشوف نقاط الضعف تاعه ويشوف نقاط القوة ويشوف نقاط القوة كما قالت مع التقم تاعه يديرو الاناليز ولكن هو لازم يرفض المعنويات شوفوا اجباع الواحد اللي جرب ريدا والفدرس هو شو واحد اللي يتجرب وعنده تجربة شو كيف شراه يهذر عليها او يهذر وكأنه وهذا هو الشي اللي رانا أكدوا عليها التجربات العبدور تفضل اسمح لينا فاسكنين نخسر فيك هني نحس المدرب لعنده حيكة وتجربة كيف شراه سراك لك على بالي سراك لك هني نحس ما يوصل النصف النهائي وما يفوش ما يوصلش للنهائي كيفاش راح هو يرفض المعنويات تعدابين ريدا قال هذا صاحب لا هذا متواضع أنا نحب الناس المتواضعين هذا متواضع وهذا بان بلي مدرب في المستوى يتكلم على الجانب التكتيكي ويتكلم على الجانب التقني وكل مرة يقول لك نشكر لعبين تعيه هو بدون لعبين هو ولو حقيقة اليوم هو اللي يحطط تاريقة اللعب هو اللي يحضر الفارق هو أما المباراة الغد مباراة مباراة راح تكون مباراة أخرى أنا نظن هذا المنتخب هذا اللي نهازم مع سينغال كما نقوله في الدقيقة الأولى سجل عليه ولكن كوتي بوزيتيف مراد لما الشرط الثاني المنتخب الملغاشي اللي نقول 45 دقيقة ضيع عدة فرص كان قادر يسجل أكثر من الهدفين أكثر من ثلث أهدف نعم من هذا الجانب هذا اللي المعنويات تعيه ترتفع يقول أنا وصلت عدة مرات للمرمى اللعابين تعيه نخصت لهم الفعالية ولكن اليوم أنا كمدرب كناخب اليوم اللي نعاود نحفز اللعابين تعيه ونهضر لهم على الكوتي بوزيتيف والكوتي بوزيتيف وشنه هو مراد الشرط الثاني الشرط الثاني مهما يكون إن شاء الله بدون تفرجوا مقابلة في المستوى إن شاء الله يعني لأن الفريقين كل واحد عنده بداخله انفريستراتيو يعني خيبة أمل في النصف النهائي كل واحد كيف أخسرها واحد فريق لا بأس به فريق الملغاشي اللي احنا أعطينا له التكاهن باش يمشي النهائي ومعدي يخرج بغلطة تاع الحارس والمدافع وتضييعه لعدة فرص يخرج والفريق الثاني بعد ما در أمل تاعه أنا شاهدنا تصلاح المدرب في قبل نصف النهائي قالت إحنا غدا سنكون أفضل من الجزائر وخيبة أمله بخمس أهداف فأظن فريقين راح يديروا تكلمت على التغييرات أنا نشوف أنه في تغييرات لأنه يعني راح يستغلوا هذا الظرف هذا فرصة باش يعرفوا لعبين أخرين يعرفوا يلعبوا لعبين أخرين نعم أختانمنا يعني زملان أختانموا فرصة وجود هذه المدربين هذه الشخصيات إلى غاية شوف رانا قريب نهاية المنافسة إذا كانت تذكروا في البداية في الدور الأول في الربع النهائي في نصف النهائي ثاني منها فرصة وجود المدربين وكذلك الوجوه والشخصيات الرياضية وكانت شاهدات حية بالنسبة لتنظيم هذه التظاهرة الناجحة نفس الشيء نستمع لتصريح المدرب مدى أشكر وهو الآخر مشاح التاريح يلعب المقابلة الترتيبية وباقي يعني معترف على أنه التنظيم لا زال حسن وجيد ومستمر إلى غاية ربما نهاية بشي ربما إن شاء الله إلى غاية نهاية المنافسة شكراً كما نحن نعرف كما أن أبدا كما أن أظل وهذا يونس أمراد اليوم عندنا ما قوله شكر 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 الكبير لكل الناس اللي ساهمت في هذا في هذا التحضير الجيد نجاح نجاح نقول لك النجاح أنا في رأي أول النجاح اللي يبدأ بالجبهور أنا نظن يعني ما كناش ننتظر العدد المهائل الشغف ومناصرة المنتخبات الأخرى ومنتخبنا وشي ممتاز شفناه في كأس العالم قطر ولكن من قبل ما شفناه في بلدان أخرى من بعد تجي أنا نظن في رأي الدولة كدولة كأس العالم كأس العالم بقطر كأس العالم هي أعلى منافسة أنا هذه منافسة بسيطة ولكن الشغف الجباهيري وحبه لكوات القدم نعم متابعته للمباراة وخلات موراد أنه الناس قاع بما فيها رئيس الاتحاد دولي لفيفا الكاف موتيبي أعضاء كلهم يتكلموا على هذا الجمهور قل لك لحد الآن ما زا ما شفناش في هذه المنافسة لأشان مش راكان ويشو الناس ترنت ساميل ديزوين ميل فان ميل بارسون يشوفوا ما شو ماشي تاليك بتاعهم أسي محمد لذي باش تديرها لازم تكون كتا خارق للعادة لازم تكون جزائري لازم تكون جزائري باش الفضل يرجع للشعب الجزائري خلينا هدو الجراحي روحوا للملعب خليك اللي يكونوا ما وراء الشاشة أنا وراء الشاشة أنا اليوم فقط قلت لك اليوم الناس كيف تكلم على تذاكر عجب العجب صراحة كما قلت سؤال كما قلت خبيلا قلت كي عايتو أخذركي يقول لك أسمع ندي المضام وندي الولاد فعلا شيء رهيب يعني وحجم لها ممتسع قلت الجمهور قلت الدولة كدولة بمؤسساتها أكيد لماذا لأنه حسين بلكي إرادة سياسية يعني في الفترة الأخيرة هذه الفضل كذلك يرجع للمنتخب الجزائري على رأسه مجيد بوغرا والتقم اللي معاه اللاعبين وكل ما يدور لماذا لأنه لعبوا دورهم صح أعطوا لهم الإمكانيات ها احنا في كثير من الأحيان يعطيونا إمكانيات ومن وفقوش اليوم أعطوا لهم إمكانيات وفقه إلى حد البن وفقه ما شاء الله أنا نظن يعني فيه كذلك يمكن قول الإمكانيات بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري وكل ما يعني الوزارة الشباب والرياضة والوزارة الحولة وإلى خيره إلى خيره ثالث حاجة أو رابع حاجة أنا راح نتوجه لريضة أبس رابع حاجة ما نعطيكش الكلمة حتى نمشي للركن الأخير اللي هو كواليس في كواليس الشان خليت الموضوع هذا خصيصا وتكلمت معك البارح قلت لك رايزة متكلمه الإعلام الصحافة بصفة عماء والإعلام قلت لك ما دور الإعلام في مثلا في هذا الحدث تغطية هذا الحدث الدور اللي يلعبوا بالإضافة قلت العوامل الأساسي اللي يذكرتهم منذ قليل الإعلام قبل ما نبدأ النقاش نشوف هذا الفيديو رضا وش الفيديو هذا في الصحفيين الأفريقة والأجانب كذلك يعني مختلف البلدان اللي جاءوا التغطية الذين غطوا هذا الشأن ورأيهم في التنظيم والاستقبال يعني ركزنا من خلال يعني الاستجوابات ركزنا على رأيهم من خلال التنظيم بس كنتم ممكن أنتم تقنيين نحن نحسه أكثر منكم على بلدان الإعلامي كيشوف روحه ما هوش في إطار محترم لا يمتش ويتقلق وممكن تكون أمور أخرى وبالتالي نستمع ونشوف هذا الفيديو ثم نناقشه من خلال التنظيم ولكن لديناك صدق مميزة مسمى ايضا بن عدد القياء مرحبا في الوقت من الوقت من الوقت من الوقت كان مرحبا جللي أحبك constantine والمرحبك بالنجيريا وفش أيضاً على وضع الج vaccinated مرحبا這是 اوскar انا من البلد من البلد وقد انه من الوقت من الوقت وذلك شكرا большое عربي من هدوات نحن مرحبا من الوقت من الوقت وإننا نأتيっ قريبا صور؟ على صورة القديمة يكون أمود في فيها السلام ولكنك تريد أن يكون ناوربا لكن، ذروي؟ شكرا شكرا خلفي البناغ محببا جدا يحبب في هذا المدين حقيقي ظهر بجدني وفي فيها العرب الولى الدقيقة حسن كليل ورشبك لقد كتنع شيئا بي completing debut إنها بكم كشة؟ بعضًا بحاجة جمعste رمضان جيدة جمع القديمة جمع الصدوري من التالي ومن ومن طبيعه أحبوا أننا جمعنا في فرصة الوصحة أنا من نايروبية كنيا ونحن نحن مجدداً في المصرحة ومن غضبين ومهارة هذه التصريحات التي أخذها من قساطينة يعني أعينها كماراة في قساطينة تقدركم في عنها في وهران وفي العاصمة كل موكتوفين من الكنيا من شهة لتالكنيا؟ نايروبية أنا أخذت نايروبية مشيت نايروبي بالعاصمة كذلك باهي يعني جميلة جدا كينيا وجهة سياحية بمتياز ودعا أي والله زيدنا المعلومات عندها رضا نايروبي تتحرك صحة تعبير ونمشينا في الألعاب الإفريقية في 87 لا أعرف أنا ننسب بزاف ولكن معلش 87 عام أظن هذا بالنسبة لأكتوف صحفيين من الكينيا واحد يقولك بيوتيفول سيتي يعني القسنطينة فعلا الجسور المعلقة مدينة الجسور المعلقة واحدة تتكلم عن الوصبيطاليتي سيبا سيبا دوني لو كان مكانش الشعب التاعنا متحضر ومكانش عن استقبال ممكن نخسروا هذه الصفة هذه والصورة هذه يتكلموا على الوصبيطاليتي دولا بوبيلاسيو أجيريا هذا يعني بصفة عامة هذه مادة إشهارية نعم نستغلوها يعني صراحة تخدمنا أكثر ولو يعني كما نقوله ونستغلوها سياحيا ونستغلوها اقتصاديا في كل شيء نستغلوها تفضل ريدا مراد شو قلت لك ديك نهارا نعمة الأمن حاجة كبيرة جدا 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 مراد في بوركين أفاصو وقادوكو في 98 كأس أمم إفريقيا الجزائر الشركة تكلموا الله يرحمه كامل مراد مراد كلنا رح نجيبو لي زاكرديطاسيو اسمع لي مليح نعم نجيبو لي زاكرديطاسيو وصلنا عقبا في الصنتر دي بلس في وقادوكو كي دخلت هنا هذرت مع هذه المراهة ديك لتنم بعدها تحضر معايا تحضر معايا قلت لي ألجريان قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لكم تدبعو الناس هادي في هادي وش ملالعا؟ 98 98 90 كانت مزال لهم مراد شو اليوم مراد ربي سبحانه وعطانا النعمة هذي شو وش عنا نسمعو نسمعو حوايد سبحان الله شو فيه وهذا يخلينا كما تقلت فاخورين ومرتاحين في بلدنا صحفي وش يحب مراد أكرحت انتا وحوسين ولا ما مشيو خطوانا كي راحو يلعبو معي كيب ديزي كيب زع ما نقولو احنا يرحو يلعبو فلعفرحي وش حاوز مهداوي لا يرحمو ايه لا يرحمو ايه تبدأ تسعلمو ايه 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 هو مهداوي الله يرحمو برحمة حاول يوغول الواسعة كيف تترون انت avant تحوز في مرة لان ذلك على الصحافيين نعم كما هم سوف تحويس إليك للإقوال في الصندر بعد أن تحويس على الترنت وكما بالأمسكت أنه في النزل عالي عالي جداً ثم تنفسك أخير من النقل لذلك أنت وقت في النقل أنت مرتبط أنت اشتبعت وباية ومسلة لك اشتبعت إنت تحويس عنها الس號 يجب المعلومات حيث ونبعد في الصندر دي برس اسكو كاي لانترنت وما كاي لانترنت بكلي كان الفاكس كان بابي بفتاك وبعدت الفاكس هكذا ذرك اولا لانترنت وكذا كلش ام بعد تحويش على الايقامة الايقامة هم موراد ما شاء الله عدنا الفنادق ونخصوهم بفنادق باسعار ما نقولوش رمزية لكن اسعار معقولة جدا موش هاوي السحر زيد الاطعام زيد الايواز ما 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 في الصندر دي برس وراد ما في الصندر دي برس يعطيهم الماكلة كما ذوك المنافسة الدولية الكبورة هكاس العالم رحت انتال براسيل ولا ولا الروسيا ولا تحاشب اللي في الصندر دي برس قاك يكونوا ماتولا كالكولاسوية تحط هذاك الصحفي في ظروف عمل جيدة ما يعني انو انتارك تستثمر في هذا الصحفي بس كونك يجي ذوكين جيانا نبدأ نكتب ونشفت فهمت وشفت كتجربة في هذا البلد اللي هو الجزائر شفت باللي ظروف العمل ممتازة ممتازة جدا هنا ياخد انطباع ايجابي ممتازة 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 زيدي حاجة واحدة اخرى موران لانقومون هذه بطولة امم افريقيا والشعب الجزائري يقدر خليك القنوات العالمية موران تطلب بث تشري حقوق بث هذه المقابلات وشفنا بل المباراة تطلب بث في قنوات محترمة جدا 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 وباحترافية كبيرة وباحترافية كبيرة بالتنسيق مع تلفزيون الجزائر العمومي في قنوات التلفزيون ميديا برو اسبانيا وهذه معمول بها دولينا كل بلدان اللي تنظم تظاهرات يعني تنسق أو تعمل بالتنسيق مع بلدان اخرى وكل هذا موران يصب في مصلحة واحدة هو انجاح هذه المنافسة والترويج لها اما فيما يخص الصحافة الوطنية موران احنا متقلش تليسوسي جرداليس نحن عند مرسي توانياتي تاو انا مواطن انا كيروح للدارة وباليدي احضر العشران ثم احضر على حاجة واحدة اخرى ولا تكون ضد التيار انه تمد وش عند دقاء باش تساعد بلادك لانجاح منافسك وهذه مهمتنا اختمها حسين انت قلت باننا ناخذ عينا يعني احضر في قسنطينة نحن ناخذ عينا يعني اللي تهمنا قناة الحياة لو شوفوا مثلا غير المجهودات اللي بذلوها الشبان هذو يعني الصحفيين تقاني في الحياة في المقابلة النسب نهائية مثلا نعم يوم كامل موراد المباشر من امام الملعب التصريحة على الانصار المنطقة المختلطات تصريحة على المدرب نهاية المقابلة يعني حتى في المطار يعني لحظة بلحظة مقبل وصل المنتخب الوطني حتى المقابلة حتى ركوب اللعب في الطائرة يعني كل شي ينقله بحذافيره يعني المشاهد وهو يشوف خدمة كبيرة سيتقدم لهذا المشاهد وزيد انتاك رحت خرجت من القناة يكبقى غير هنا في القناة هكتشوف الشباب اللي راكم هنا هاو المصورين هكتشوف رزقلونا رمان واسمه ايمن بوششي واسمه هاجر حيدوسي اللي تقوم باعداد من صف كلهم يعني طارق كلهم راهم يعني مجندين لماذا احنا احنا اكيد مجندين ويعملوا في المؤسسة اكيد ولكن لما يكون الحدد اني لاحظناه يا حوسين ترك لاحظة لحد التاع كأس العالم وليوم هذا الشان وان شاء الله تكون كذلك بالنسبة لي اقل من 17 سنة كأس افريقيا هولي المونديال شوف شوفهم تحس تحس بالليك حابين يمدوا حاجة لبلدهم هذا هو اللي رانا بغينه في المستقبل عزدين أعطيكم ساعة كلمة بلك عزدين نختمها نختمها بمولود جديد كريم تابي تناصير يا صديقي ومشير معي وشعلني ابنه على بابه لمعارش بوالم طابي مسير قديم في شبيل القبائل الله يرحمه اليوم تنزد بوالم جديد كما نقول كن شكرا يونس حبيت كلمة بارك الله فيك يونس ايقال الوي ما ممكن يقولوا هكذا يعطيكم صحة بارك الله فيكم مشكورين بقوا معنا دائما الأوفية لقناتكم قناة الحياة تي في دومي فينا يوم غد رح تكون مباراة أكيد وبعد نهاية المباراة رح تكون الحصة حصتكم حصة حياة الشان انتداء من ساعة العاشرة مساء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا